أكثر من مئة وستين شخصا من خمس وخمسين دولة رشحوا فتاة سورية تبلغ من العمر ستة عشرة سنة لنيل جائزة ترسيخ حقوق الطفل الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الجهود التطوعية التي تبدلها الفتاة منذ ثلاث سنوات في مساعدة الأطفال واللاجئين تفاصيل في سياق التقرير التالي في مخيم شاتيلة في لبنان تعيش نجوة مع العائلة هذه الفتاة البالغة من العمر ستة عشر عاما تبذل جهودا كبيرة لمتابعة دراستها وتقديم المساعدة للأطفال واللاجئين ما فيني أدخل مدرسة فحبيت أني أبقى بجوة الدراسة وقريبة للدراسة فتطوعت بمركز بكرة أحلى سلت ثلاث سنين ما اتطوعة بالمركز عم علم الأطفال اللي هن بحاجة أن حدا يعلمهم شي بسيط وقدرت أشتغل على حالي أكتر وقدرت أتعلم شي تاني لحتى أقدر أني كمان أشتغل مع اليافعاتي اللي هن تقريبا بعمري رشحت هذه الفتاة لنيل جائزة ترسيخ حقوق الطفل الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث وصل عدد المرشحين لحصولها على الجائزة أكثر من مائة وستين شخصا من خمسة وخمسين دولة وسيتم اختيار ثلاثة أطفال للحصول على هذه الجائزة مدير مركز بكرة أحلى وائل الحاج يقول إن نجوة بدأت العمل التطوعي معهم منذ عام 2014 في مجال تعليم الأطفال الذين لا يعرفون القراءة والكتابة وذلك بهدف تأهيلهم لدخول مدارس رسمية كما نجحت في تجهيز ورشات وأنشطة ترفيهية للأطفال نجوة بلشت معنا في 2014 حتى تساعد الأولاد الذين لا يعرفوا يكتبوا لتأهلهم يكونوا قادرين يدخلوا مدارس رسمية بعدها صارت تجهز ورشات وأنشطة ترفيهية هادفة للأولاد وصارت تشتغل مع البنات اللي هن بعمرة وبعدها تم ترشيح على جائزة السلام العالمي للأطفال حتى يكون هذا الشيء هو مشجع ومحفز للتابعة الشيء اللي هي قررت أنه تكفي فيه وتكون قادرة تساعد الناس التانين تبذل نجوة جهدا كبيرا في مساعدة الأطفال وتأهيلهم ليتمكنوا من الالتحاق بمدارس رسمية تقضي وقتا طويلا في العمل التطوعي وتبدو نتائجه واضحة بين اللاجئين والأطفال تأمل نجوة أن يتحقق حلمها وتفوز في هذه الجائزة الدولية ليكون دافعا لها في استمرار عملها التطوعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر